اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان تجشين وثيقة اعلان مملكة البحرين في اوروبا والتي تمت اليوم في العاصمة الايطالية روما يؤكد النهج الحضاري والرؤى الملكية السامية والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه للتعايش السلمي الانساني وضف معالي رئيس مجلس النواب ان الوثيقة توضف لمنظومة المبادرات الانسانية العالمية التي اطلقتها مملكة البحرين كرسالة مملكة البحرين لدول العالم والبشرية وبما تزخر به من تاريخ عريق ومسيرة مضيئة في التعايش والتنوع وما حضيت به من اشادات دولية واسعة ابرزها ما اكده قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال زيارته التاريخية التي قام بها الى مملكة البحرين مشيدا معالي رئيس مجلس النواب بجهود الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله في دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز مبادئ وقيم التعايش والسلام وتحقيق السلم والامن الدوليين مشيرا معالي رئيس مجلس النواب الى ان حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه عزز ما كانت مملكة البحرين على خريطة العالم للتسامح الديني من خلال تدشين وثيقة اعلان مملكة البحرين وانشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بجانب اطلاق برنامج جلالة الملك حمد للحوار بين الاديان والتعايش السلمي في جامعة ساب يانزل ايطالية بالعاصمة روما وانشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي وغيرها العديد من المبادرات الانسانية العالمية واوضح معالي رئيس مجلس النواب ان التعايش والسلام والتسامح وغيرها من القيم الانسانية الرفيعة هي ثقافة راسخة في المجتمع البحريني وهي نهج وفكر وعمل وممارسة اصيلة ومتجذرة